موسيقى الدافع القبيل الذي خلاني أدخل البرنامج خديجة أني كنت أشي يسوي شراكة أنا وصاحبتي في مشغل خياطة بس ما نش عارف المشغل كيف يعني على أي أساس أديرة بسيتي أنا بعد ما دخلت البرنامج حسيت أن أنا اطورت في أفكاري ما قلتش عارف إن في حاجة اسمها ما قلش أولويات أساسيات أحسب هذا إيش دخل إيش خرج إيش معي في الشهر إيش معي في المدرية فعرفت هذا كامل كامل الأساسيات حق المشروع أقول لشابات يحاول أن يتغلبين على العادة والتقاليد بالتفاهم وثقة الأهل فيهن يكسبين ثقة أهاليهن أولا ما يجلسنش مكتفات الأيدي وخلاص يعني أنا مرة ما خرج ما أسرش ما أجي ما بتأتخرج تشوف العالم تشوف الناس تشوف المعاهد تشوف البرامج التعليمية أحلامي وأحلامي كبيرة أحلامي أن أكون سيدة أعمال كبيرة أطمح أن أفتح دهار أزياء حسيت نفسي قوية لي 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 ما في المجتمع زاد طموحي أكثر وأكثر تعلمت أنه لازم أسوي لي بصمة في مجتمعي لازم أسوي لي أسوي أخدم مجتمعي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر